انهى الكوكب المراكوشي لكرة القدم وعسكره التدريبي استعدادا لإيابة التورية المغربي بتعادل أمام نظير الجيش الملكي بهدف لمتله في المباراة الويدتي اللي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت بملحق الملعب الكبير لمراكوش الكوكب تقدم في النتيجة في التقيقة 20 من الشوطة الأول عن طريق اللاعب عبد الإله عميمي في حين تمكن الفريق العسكري من إدراك التعادل قبل نهاية الشوطة الأول عرفات المباراة دفاع بدني كبير وتدخلات خشنة سيما من جانب لعب الجيش الملكي بالرحمة في حين كان تصرف اللاعب الشحي غريبا حين اعتدى باللكم على اللاعب عبد الإله عميمي دون قرة موطر أعصاب الطرفين سيما أن الحكم لم يحرك ساكنا الكوكب شارك بتشكيله الأساسية خلال الشوطة الأول من المباراة وفي الشوطة الثانية قامت ميعي بمجموعة من تغييرات بإشراك اللاعبين الشباب في حين لعب الوافيدان الجديدان الشطيبي والمتوني المباراة كاملة